السؤال ما هو هذا الحق لكثرة وروده في الروايات من زار الحسين عارفا بحق شنو هو هذا حق الحسين الذي من عرفه يزور الله في عرشه الجواب أن هذا الحق من الحقائق المشككة على تعبير أهل المعقول الحقيقة المشككة يعني الحقيقة التي لها مراتب متعددة مثل النور إلى رتبة شديدة وإلى رتبة خفيفة وإلى أخف كل ما يقترب من مصدر النور يصير الرتبة أشد كل ما يبتعد منه يصير الرتبة أخف أي يسموها أهل المعقول بالحقيقة المشككة يعني ذاتها مراتب الحق هم الشكل إلى مراتب حق الحسين على الناس له رتبة دانية هذه عموم الناس يحصلوها وإلى رتبة وسط المتوسطون من الناس يعرفوها وأكو رتبة عالية جدا الخواص من الناس يعرفوها أدنى مراتب حق الحسين على الناس أن يعرفوه بأنه إمام مفترض الطاعة هذا أدنى ما يمكن ما يجب على الناس العاديين أن يعرفوه وهذا ممكن فيسور للكل وردت بهذا المعنى رواية عن الأئمة عليهم السلام لو لا الرواية ما قلنا نحن هذا أدنى مراتب الحق فأدنى حق الحسين على الناس أن يعرفوه أن يعرفوه بأنه إمام طاعته من الله واجبة مفروضة على الناس هو مو إنسان عادي هو مو قائد عسكري هو مو عالم هو إمام مفترض الطاعة على البشر من الله عز وجل هاي أدنى مراتب هذا الحق أقل منه يصير جهل بالحسين الأدنى من هذه الرتبة بعد جهل الحسين ولا يعرفوه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر